السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم هو فرائض الصيام المستوى السادس ابتدائي وضعية الانطلاق استيقظت مريم في صباح أول أيام رمضان فوجدت أمها قد هيئت لها وحدها وجبة الإفطار سألت أخاها عمر لماذا لا تفطر معي أجابها إني صائم قررت مريم أن تصوم هي أيضا ما رأيك في صيام مريم يعني الصيام مريم هل هو جائز أم لا يجوز أم غير مقبول مريم ماذا فعلت مريم مهدت في الصباح فوجدت أسرتها كلها صائمة فقررت هي أيضا أن تصوم يعني لم تنوي الصيام في الليلة الأولى السابقة فسوف نتعرف على هذا الأمر هل هو صحيح أم لا ننتقل إلى أنشطة التعلم أقرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له سنن النسائي هنا يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن النية واجبة في الصيام يعني في الليلة السابقة للصيام يجب أن أنوي الصيام يعني أن ينوي الصيام أن يقول أو أن ينوي بأنه غدا إن شاء الله سوف أصوم الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأضبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم صحيح البخاري ويعني هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن النهار إذا ذهب وأقبل يعني وأتى الليل فقد حان وقت الإفطار يعني وقت المغرب عندما نسنه أذن المغرب فذلك هو وقت الإفطار قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استقاء الصائم أفطر استقاء يعني تعمد القيل تعمد القيل أتذكر مفهوم الصيام وشروطه وفوائده فذلك أن للصيام شروط وهي الإسلام والنية والعقل البلوغ القدرة على الصيام دخول شهر رمضان خلو المرأة من دم الحيد والنفاس وللصوم عدة فوائد منها الفوائد الروحية تهديب النفس وتزكيتها تقوى الله الفوائد الأخلاقية الكف عن سائر الرذائل والمنهيات الفوائد الأخلاقية الكف عن سائر الرذائل والمنهيات الفوائد الصحية تطهير الجسم والجهاز العصبي من الرواسل الفوائد الاجتماعية تحقيق الشعور بالاتحاد والتضامن والتكافل والرحمة سوف نبحث عن شرح بعض المعاني يبيت الصيام أدبر استقاء يبيت الصيام يعني ينوي الصيام ليلا أي قبل طلوع الفجر أدبر ولا يعني ذهب النهار وبدأ الليل استقاء تعمد القير ويكون ذلك بوضع الأصبع في الفم استنبط جاء في الحديث أنه من يريد الصيام يجب أن يبيت النية أي أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر النص الثاني والحديث الثاني يحدث الحديث النبوي وقت إفطار الصائم وهو وقت المغرب عندما نسمع أذان المغرب النص الثالث يبين أن من تعمد القيئة فلا صيام له من تعمد القيئة فلا صيام له أكتسب فرائض الصيام خمس وهي أولا النية ثانيا ترك الجماعي ثالثا ترك الأكل من طلوع الفجر إلى الغروب رابعا ترك إخراج القيئة عمدا خامسا ترك إيصال أي شيء إلى المعدة ومن ترك فردا من فرائضه بطل صيامه أحدد رأيي في صيام مريم مريم لم تبيت أو لم تنوي ليلا الصيامة فصيامها غير مقبول حقبي في صيام أحمد أحمد طفظ المريض وفاجأه القيئ يعني لم يتعمد القيئ صيامه صحيح لأنه كان مريضا لذلك تقيئة ولم يتعمد ذلك أدعم تعلماتي سوف أقرأ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة بفتره وإذا لقي ربه فرحة بصومه يعني أن الصائم عندما يؤدل المغرب ويتناول إفطاره يشعر بفرح كبير لأنه أكمل صيامه وعند لقاء ربه عز وجل يفرح بصيامه لأنه سوف يجازى إن شاء الله أجرا كبيرا على ذلك الصيام البعد التكاملي أبرز أثر الصيام في بناء شخصية المحسنين الذين ذكروا في صورة المرسلات المحسنون هم أناس يتصفون بخصال الصبر والتسامح وعبادة الله عز وجل وكل هذه الخصال فهي يستمدها الشخص من الصوم فالصوم يعلم الإنسان عدة أشياء مفيدة كالصبر والتعاون والتآذر مع الآخرين البعد العملي أحرس في صيامي على أن يكون كاملا حتى أفرح به عند لقاء ربي يعني أن يكون الصيامي كاملا يعني لا أكذب ولا أصريق ولا أسوب وساعد الآخرين يعني يكون صيامي خالصا لله عز وجل وبالتوفيق الجميع إن شاء الله وشكرا لكم